الآن في العرب الأصل أن يقول يمرون بها أو عنها صح؟ يعني مررت عليك صح؟ أو مررت عليه كمثال أو مررت به العرب الله حز وجل الأصل في القرآن يقول يمرون بها لكن قال عليها فرق لما أقول مررت بك ومررت عليك فرق كبير مررت بك هل يشترط أني وجدتك؟ لا يشترط أني وجدتك ربما تقول مررت بك أو ما وجدتك لكن لما تقول مررت عليك يخطض أنك ورأيته ووجدته وتخاطبه الآن أما مررت بك يخطض أنه يوجد شطر كلمة وما وجدتك كمثال فالله لا يريد أن يخبرنا عن آيات غفل عنها يريد أن يخبرنا عن آيات أيقنوا أنها إيه؟ أنها آيات وأنهم مروا بها عليها لهذا الله عز وجل قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها مروا يقيناً ويعلمون أنها آية والدليل وهم عنها إيه؟ ما قال مكذبون لأن العرب ما استطاعت أن تكذب كل الآيات ربما كذبوا القرآن كذبوه ربما لكن هل كذبوا أن الله هو الخالق؟ ها؟ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض الله ما كذبوه وإنما جعلوا لله إيه؟ شركاء حتى أبو جهل ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته لكنه كابر وعانت قال الله وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم ظلماً وعلوة أبو جهل قيل له هل تعلم أن محمداً على حق؟ تعرف أنه نبي قال اسمع قال اسمع إن نتنافس مع بني عبد مناف على الشرف سقوا الحجاج فسقينا أطعموهم فأطعمنا كسوا فأكسينا الكعب معهم فلما تسوينا على الركب أو جثونا على الركب وش عن جثونا على الركب؟ يعني وصلنا حنو يوم إيه؟ على مرحلة خط واحد في التنافس قالوا منا نبي من يغلب؟ فوالله لا نقر له بنبوة شوفوا عنادة والله لا نقر له بنبوة بنبوة فالعرب الإعراض غير التكذيب إعراض عدم الاعتراف الإعراض عدم الاعتراف تعرض ويقيناً تعلم أنها إيه؟ أنها آية وأنه على حق لهذا تقول يوسف أعرض عن هذا أعرض يعني تجنبه لا تخبر ولا تتحدث به فالله عزيزي لما قال وهم عنها معرضون أي حتى هم لا يخبرون بآيات الله ما أخبروا بآيات الله ولم يتكلموا ويعلمون أنها آية أما التكذيب هو عدم الاعتراف ويتكلمون على أنها كذب ما يستحون أنهم يكذبون لكن الإعراض حتى الكلام ما يجرؤون على الكلام به لهذا كان في غزوة الأحزاب أكبر آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة الأحزاب لاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لاق صلى الله عليه وسلم ونصر بالرعب بالريح حتى قال كنا نرى القدور والخيم تتطاير في السماء ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أن يغلبوا من الأحزاب من غلبهم الله حتى عانوا من الخوف الأحزاب عانوا لدرجة أهل النفاق برزوا ظهروا متى يظهر المنافقين متى في وقت شدة يظهر في أحداث الفتن يظهرون في السلم يختفون حتى قال المنافقون قال نبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام خرج فكانت صخرة في طريق الخندق فجاء أبوكر ما استطاع جاء عمر ما استطاع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة وش صار فلقها فقال الله أكبر فتحته كسرة فحفظها أهل النفاق فلما حصلت غزوة الأحزاب وحوصروا قال أهل النفاق للصحابة وهم جلوس مع بعض قال محمد يعدكم بكنوز قيصر فارس والروم وأحدكم لا يأمن الذهاب للغاض كلمات تحبيط وتثبيط كلمات تجعل الناس تشك بماذا بوعد من بوعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما يأمن الذهاب للغاض ونبيكم يعدكم بكنوز فارس والروم ويضحكون يتثبيط لدرجة لدرجة من شدة البرد كان الصحابة يحفرون القبور ويناموا بها شكرا للمشاهدة